تتدخل في أي شيء خص الأندية والاتحادات سواء فكون أن يتعرض عليها مشروع اللايحة النهاردة وتصريحات مهمة للمهندس يشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية حول هذه الزيارة وتقديره للنادي الأهلي وقيمة مجلس إدارته في أنه يعرض النموذج بهذا الشكل المتكامل مؤكد أنك بتسعى إذا التواصل مع كل مؤسسات ذات الصلة والمعنية والرقابية والسيادية وانت بتعمل لايحتك يبقى هذا كلام معناه أنك مش عايز تعمل حاجة ممكن تطلع تخالف صحيح القانون أو تتعارض مع لايحة من لوائح الجهة المسؤولة عنك هذه الزيارة بتضع كثير من قطع الحروب يمكن من سمارها شيء احنا كنا نتمنى أن يتواجد وكنا فرحانين بقوي الاختراح بتاع المجمع الانتخابي المجلس الانتخابي مجلس مجمع مش مشكلة فكرة المجلس الانتخابي اللي هو بيدير الانتخاب وأن النادي بيسلموا النادي قابليها يتضح أن القانون بقولش كده لأن اللي بيشرف على الانتخابات هو اللجنة الإلومبية وهي اللي بتحدد مين يترشح ومين لا هي اللي بترائب سلامة الجراءات مش بس اللي ترشح من ما هدي ده أحد التفصيلات أنا مش عايزة نختزلها في تفصيلها هي اللي بتراقب العملية الانتخابية وسلامتها من أول تنقيط كشوف المرشحين وتنقيط كشوف الناخبين إلى الإجراءات نفسها إنما قد لا يمنع هذا أن يبقى فيه أدوات مساعدة في النهاية ممكن المجلس بقى تبقى بقرار من المجلس يتعامل أزرع مساعدة في العملية الانتخابية ودي أهمية التواصل مع الجهات المسؤولة إنك انت ما تاخدش قرار وتعمل طرح وبعدين يقولك ده يخالف وده كانت أزمة الطرح السابق مع اللجنة الأنبية ولقاحة النادي الأهل إنما كانش فيه اتفاق على الموقف القانوني للمشروع الليحة هنا الأهل يتفادى بهذا مثلا نقطة مهمة جدا وأنا كان محيراني بنسأل فيها هو مسألة إن العضو المقر الفرعي أو الفرع المقر الأصلي سميه زي ما تسميه لكن إن هو يبقى العضو اللي دخل بتخفيض ياخد نفس امتيازات العضو اللي دافع بالكامل عضو الفرع ها يعني هل من حق عضو مدينة الشيخ زايد النهاردة ليه الأزمة تقريبا مكرسة هتخد في مجملها في الشيخ زايد ليه يحرم اللي ما دفعش كامل القيمة من الانتخابات أقلبك حيقول لك لا ما يخش وينتخبوا ويترشحوا كلهم عائلة الأهل جزء من عائلة الأهل ولكن القانون هنا هل يتطفق معاه هذا البندو ولا لا مثل هذه الزيارات هي اللي بتضع النقاط على الحروف لو قانون بيسمح يبقى ده شأن داخلي ونبقى نبحثه طب القانون ما بيسمحش يبقى حنبحثه ليه صحيح عشان كده أنا أعتقد حتى التواصل ما بين الأهلي واللجنة اللونبية هيستمر ومفترض أنه في لقاء آخر يوم الحد اللي جاي إن شاء الله علشان يتم عرض النموذج النهائي للليحة بعد طباعتها وبعد الاستماع إلى كل الأراء النهاردة الاجتماعات أو اللقاءات المفتوحة اللي بتتم بكرة أيضا الساعة 2 الظهر في لقاء للإعلاميين والصحفين من أعضاء النادي الأهلي مع أعضاء اللجنة المركزية أيضا لإبداء الرأي حوالين هذه اللائحة اللجنة المختصة بتستقبل كل الملاحظات وبتبدأ تعيد الشكل النهائي في صغته اللي المفترض بإذن الله يوم تسعة يظهر الشكل الأخير يوم الحد إن شاء الله حيتم عرضه على اللجنة اللونبية عشان تقور الرأي الأخير منها قبل الاستفتاء عليه يوم 28 إن شاء الله